في أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصنيف للجودة المعيشية وده يمكن للمرة الثالثة على التوالي النمسا احتلت المركز الأول في العالم من حيث جودة المعيشة وده يمكن استطلاع الرأي الذي تم من خلال عملية الاستقرار في النظام الصحي التعليم البنية التحتية وده مقارنة بمدن كتيرة ويمكن اشترك في التصنيف ده حوالي 173 مدينة بنبارك لفينة عشان انت موجود فيها واحتلت المركز الأول لمتفق مع التصنيف ده والله صراحة أعتقد أن فيينة تستحق جدا هذا التصنيف الجديد وهي أكيد حققته عن جدارة وحققته باعتبار أنها في معايير معينة ومجلة الإيكونوميست مجلة عالمية نعم على مستوى عالمي فبصراحة يعني فيينة أعتقد أنها قطعت شوط كبير بأنها تخافز على أنها أفضل مدينة للعيش في العالم فيينة يوجد بها معايير عالية جدا أستاذ الكريم يعني من موضوع النظافة الموجودة بالطرقات إلى المواصلات العامة إلى الخدمات إلى النظام الصحي يعني أكيد يمكن هذا الكلام يروق لبعض ولا يروق للبعض الآخر ولكن يوجد واقع يوجد أرقام يوجد معايير يعني هذه المنظمات التي تصنف وتقوم بهذه الدراسات ليست منظمات تعمل بانتقائية لا تعمل ضمن معايير معينة يوجد أرقام ما الحقق هذه الأرقام حصل على هذا التصنيف فبالتالي فيينة بصراحة حصلت على أرقام فعلا ممتازة جدا حصلت على تصنيف رائع جدا يرتقي بها ولودفيق يعني قال إن إنجاز نعم بخص جميع سكان فيينة إن هذه النتيجة ليست مصادفة بل هي بفضل جهود سكان فيينة المخلصين وأضافة من ناحية أخرى يجب اتخاذ القرارات السياسية الصحية لحصول على مثل هذا التقييم يعني هو عم بقول إنه قراراتنا السياسية الصحيحة جاء أحضرت هذا التقييم هذا كلام صحيح هذا كلام حقيقي إنها أيضا تكريم لإنجازات مدينة فيينة وموظفيها ولا ينعكس هذا التكريم فقط على حياة سكان فيينة اليومية بل يساهم أيضا في تعزيز سمعة المدينة الدولية المتميزة ونيلها تقدير الخبراء فمبارك لمدينة فيينة ونسيد إيخايل لطفينة وبرضو إحنا في مصر كرمنا فيينة إسمهان ما غنيتش غير فيينة وهت ليالي الأنس في فيينة ليالي الأنس في فيينة إحنا سبقنا يمكن الإيكونامس في تقييم فيينة فيينة لا